السلام عليكم طلاب سنتكلم في هذا الفيديو عن التجربة الرقم 9 نواصل شرح تجارب الـ Operating System في هذا الأسبوع سنتكلم عن الـ Interprocess Communication عن أنواعنا الـ Process الـ Type of Process الـ Independent تكون الـ Process مستقلة وما تتأثر أو تؤثر في تنفيذ الـ Process أخرى في النظام وإنما تعمل بصورة مستقلة أما الـ Cooperating هي الـ Process المتعاونة والتي يمكن أن تؤثر أو تتأثر في تنفيذ الـ Process أخرى بالنظام وهذا النوع من الـ Cooperating يستخدم نوعا الـ Interprocess Communication وهذا الشكل يشير إلى Shared Memory والMessage Passing إذا أريد أتكلم عن الفيديو الأول الـ Message Passing الـ Process يتم تبادل الرسائل بين الـ Process عن طريق الاتصال مع بعضها دون وجود مكان مشترك لتخزين الرسائل وقد يكون حجم هذه الرسائل أما أنه ثابت أو متغير وتمر هذه الرسائل الـ Message بالنظام وتحتاج إلى communication between them أما الفيديو الثاني يشير إلى Shared Memory حيث يوجد مكان مكان مشترك بين الـ Process يتم فيها وضع الملفات المشتركة بداخلها يعني نفرض أن الـ Process A ينتج بيانات هذه البيانات تخزن هنا بهذه الذاكرة المؤقتة وـ Process B يقدر يوصل لها ويأخذ هذه البيانات حتى يتم قراءتها فممكن أن نسمي الـ Process A وهو المنتج و الـ Process B وهو المستهلك فعندنا بـ Producers و الـ Consumers حسنا إذا نأتي ونرى الـ Shared Memory هنا الكود نضع Class Puffer.java هذا هو الـ Class الرئيسي Class اسمه أخلق Package سميه Puffer داخل هذا الـ Package سأخلق Class Interface Puffer أخلق الـ Puffer اللي هي ذاكرة مكان ذاكرة يعني مؤقت يعني مكان أخذ البيانات بصورة مؤقتة من الذاكرة وداخل هذا الـ Puffer عندي 2 مثد المثد الأولى Public Void نوع Void ترجع قيمة عفوما ترجع قيمة اللي هي ضيف بيانات والمثد الأخرى اللي هي Public Remove اللي هي تسحب البيانات واحدة Producer والاخ Consumer وهنا فقط قمت بتجدده بس لا تقمت بتجدده اجي داخل الـ Package نفسه اسوي Class ما اسوي Package جديد لا اسوي New Class احنا راح أبني Puffer اخلي اسم Puffer Implement يعني انه انا راح ابني البفر وانطيت size للبفر البفر هي اهنا عبارة عن احنا شون عرفها بالبرمجة كأنما اني عندي مصفوفة تقبل مجموعة منه strength اوكي فانطيت size مالتها 5 اوكي وعرفت في مجموعة variables اوكي اهنا عرفت قلنا size مال البفر وهنا خلقت مصفوفة اسمها element اوكي وعندي هذه المتغيرات ال in والout والcount اوكي اوكي فعند بناء البفر هنا معنات انه انا بنيت مصفوفة والsize مالتها هو نفس البفر size اوكي اللي هنا انتهى بناء الذاكرة المؤقتة او البفر وبعدين اجي هنا على الoverread معنات انه عندي اني هاي مثد راح ابنيها هاي المثد سويت لها building هذه المثد معناته تابعة لهذا الكلاس هاي عبارة ال overread معناته انه هاي المثد اللي اسمها insert هي يعني شون قبل الاسبوع اللي فات اخذنا الوراثة انه هاي تابعة لهذا الكلاس اوكي فنوع حبا بلك void اسمها insert عرفنا داخلها متغير اسمه item فاقول له سويت هنا لوب وهذه اقواس اللوب انه دام انه ال count العداد اني خلقت فد عداد انطيتي initial value 0 دام انه العداد ما وصل لل puffer size لنهايتها معنات انه شبيل puffer بعده امتي فارغ فاقول له اخذ item ضيفه بالمصفوفة اللي اسمها element عند الموقع الان هنا صفر رح يضيف اول element عند الموقع zero وبعدها كل ما يضيف element رح يتغير رح نسوفة update على المتغير اللي هو ان رح يضيف لواحد وياخذ لمود ال puffer size يعني كل ما يضيف لواحد كل ما نضيف item لل puffer رح يزيد مقدار رح يزيد العداد اللي هو ال in بمقدار واحد ويشيك اذا البفر بعد اوصل للنهاية ما لتيل او لا يعني طلع لي الباقي من البفر هذه الموديلاس طلع لي الباقي بعد ما اضيف لواحد بعد ما اضفت ال item وزيدت بمقدار واحد طلع لي الباقي من البفر حتى اني اذا وصلت لل full خلاص اوقف اتوقف بال loop وكل ما نضيف زيد العداد بمقدار واحد فاني اذا اقول له استمر دام انه البفر بعدها فارغة وما وصلت لل size اللي اني منطيه اهنا امعرفه اما المثل الاخرى ايضا انه هذي تابعة للكلاس السابق عبارة هذه at overred معناته بالجافة انه هذي تابعة للكلاس السابق عرفنا ايضا ال item متغير واقول لدام انه ال count بعده العداد ما وصل للصفر اوكي شو تساوي يعني انه معناته انه البفر مليانة full اخذ ال element اللي موجود بالموقع صفر خليه بال item حتى احنا رح نسحب بيانات رح اخرج بيانات اوكي وكل ما تسحب بيانات عني سب الطرف الثاني اللي هو consumer المستهلك اه كل ما تسحب element زيد out بمقدار واحد وشيك لاذا انه البفر بعدها بيها element او لا ابحان الليين كل ما نسحب element رح ازيد out بمقدار واحد وشيك اطلع لي باقي من البفر انه بيها بعض element انا حتى اصوي out لو خلص تتوقف وكل ما اسحب element نقص العداد بمقدار واحد ورجع item ليش انا ليش قلت لارتين لانه دالة مون اح void فترجع قيمة دام انه ترجع قيمة واني دالة اخراج اريد يعني هالي دالة in دخل البيانات وهذه دالة انه لا اتخرج بيانات فاكيد احتاج اعاز اخراج اللي هو ارجع قيمة item اللي موجود داخل البيان احنا لحد هسه فقط انه بنية البفر وبنية الدالة ال in وال out مسلح هسه انا ما استدعيتم داخل المين هذول كل كليتهم خارج المين فونكشن اساوي ايضا new class واسمي test class test اللي هيكون داخله انا اسوي calling للمثل اللي موجود برا public class اسم test هذي المين فونكشن داخلها خلاقة object اسم puffer بهذا اللين انا خلاقة object اسم puffer حتى نوع string حتى يجيب لي المثل اللي موجود خارج هذه المين فانقلت dot insert يعني دالة الانسيرت هي دالة ضيف بيانات ونوع البيانات string عرفتها فرح ياخذ هذه البيانة الobject ياخذ ها اضيف بالدالة اللي اسمها insert بيانات ضيف اضيف ثلاث بيانات ضيف البيانات بيانه نفس الطريقة عندك two-way حتى انه تسوي out اما انه تعرف متغير اسمه element ونوعه string و تقوله object.remove حتى ياخذ اول element موجود وين يخليه بال element و اقوله اطبع لي هذا ال element او direct system.out.printendline object.remove فهذه ال element الاول هذا ال element الثاني هذا ال element الثالث فانت عندك طريقتين للاخراج اما تسندها ال object.متغير نوعه string و تقوله اطبع هذا المتغير او direct اطبع object.remove اذا اجي اشوفها بالنتبينز اهنا طلاب هذا project اسمه puffer منها اخلقه اسوي new project اوكي سميته puffer خليت بي اعني ال class و المثل ال insert و remove داخل نفس ال class ما رحت سويت بعد new project لا سويت لي new class new class عرفت بي puffer implement اوكي عرفت puffer implement و التست كلتهم بنفس ال package اللي اسمه puffer اوكي انا سويت لهم بناء بنفس ال package ايضا اسوي new class لل test ال main function صار عندنا three classes بنفس ال package اللي هو الفر class الرئيسي وداخله two classes هذا ال package وداخله two classes ال buffer implement و test test هي هو ال class اللي موجودة بال main function اللي رح انفذ بي عندما انطيرا رح يبدأ بتنفيذه بالبداية اضاف هذه البيانات اللي نوعها string وبعدين طبع data out هذه وخرج البيانات اللي انا اضفتها سابقا هذه هي هذه اذا اجعل ال example الثاني اللي هو ما لل message passing اذا اجعل ال example اللاخ اللي هو عندي اني ايضا two process process send يرسل message واللاخ يستقبل المسج فعني حتى ارسل message اخلي package بال package ما الارسال اخلي بي اسم ال process اللي اريد ارسله و اخلي بي المسج يعني نفرض انه عندي two process A و B فالاي من يريد يرسله بي يخلي العنوان ما ال process اسمه يقول له هذا المسج بي اسم ال process اللي رح يروح له والبيانات المرسله ال process B من رح توصل للبيانات رح يوصل له اسم ال process اللي جاية منه هاي المعلومات رح يكتب له A فارزة والمسج اللي وصل له من ال A فاكيد انا حتى حتى يتم تبادل الرسائل بتوين هذه ال process لازم عندي send و receive message لازم اكيد اكو اتصال بينهم يصير ارسال واستقبال اذا نشوف الكود واني المسج باس انك انا رح اخلق channel وسط ناقل بين two process ودالة ترسل ودالة تستلم نفس الطريقة السابقة انه انا عندي package ال package اسمي channel اوكي channel هي هذي وداخلها two method ترسل وتستقبل اذا اجي على البناء مالتهم channel هي عبارة عن نقدر نعرف هنا بالجابا انه هي رح نخلق طابور كأنه q اخلق طابور وعلى شكل vector و بعدين اعرف دالة send تصوير المثل 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 الى الاخرى ادام انه الطابور بعده مليا اذا انطي شرط بالدالة receive اقول اذا الطابور وصل للصفر فارغ لي 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 اذا لا اخرج للبيانات دالة رجع قيمة اخراج هذه اضافة فقط اضيف insert هذه تخرج بيانات بنفس الطريقة انا بنيت الدوال اجي استدعيهم داخل main function هذا الكلاس الثالث اللي انا رح اسميه test داخله ايضا اخلق object اسمه mailbox box واخلي for اخلي for اكي افتح بعد ما ساويت for من 1% منطقته في drain معين بعدين رح اقول اخذ object dot sent رح ياخذ البيانات منطقة يعني بيانات رح ياخذ التاريخ والوقت مال الحاسبة ويعتبر انه هو كمسج ويرسله فرح يرسله للدالة اللي اسمها sent وبعدين بعد ما يخلص عما يرسل 100 مرة رح يسوي output للبيانات المرسله ايضا رح يخرج تاريخ ووقت الحاسبة اللي من الكمبيوتر هذا فعنات رح ياخذ new date اذا اجي اطبقه بالنتفينس فعني عندي هذا الكلاس الرئيسي اللي هو الباكيج سويته من ناية new package اذا تشوفونا هذا اسم channel package واحد داخله سويت message queue هذا اللي هو بنية عرفنا طابور ودعله ترسل بيانات ودعله تستلم بيانات وداخله ايضا سويت new class من ناية ناية اسم new class داخل main function خلقت اسمه mailbox هذا mailbox رح يضيف بيانات ياخد تاريخ ووقت الحاسبة ويضيف الدالة اللي اسمها sent بعدين رح يسوي لها خرج هذه البيانات بيعاز الطباعة اذا اجي انافذه طبعا انا من اريد انافذه ما انافذه ما اوقف اهنا وانطيران او اتوقف اهنا وانطيران لا اروح على class اللي موجودة بالmain function بالclass اللي موجودة بالmain function انا انطيران مثل ما تشوفون اهنا وانطيران 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 بيانات تاريخ ووقت الحاسبة اللي موجودة في حاسبتي وارسلها لدالة 100 مرة واستقبلها واطبعها أيضا 100 مرة اشتركوا في القناة